افتتح وزير الخارجية سمح شكري المائدة المسديرة والتي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء مراكز الفكر والأبحاث أشار الوزير شكري إلى التحديات الراهنة التي تواجه القرى الإفريقية في مجال السلم والأمن لا سيما الأزمات في ليبيا والسودان والقرن الإفريقي والحرب في غزة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية اشتركوا في القناة